كيف كانت المباراة الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 22 وكيف كانت بطاقة زوج بطاقات صفرية اللي خرجوا أدم الوناس اللي خرج في وقت حساس جدا وين خرج في الدقيقة الواحد وخمسين وين كانت النتيجة نقولوا بلي هدف في بداية الشوط الثاني وين أدم الوناس وين خرج في الدقيقة الواحد وخمسين وين نقولوا بلي نيس للعب نقص عددي أمام ليون أمام نجوم ليون ونجوم ليون كي تشوف عوار وتشوف يعني كانت المباراة وين شنا هشام بوداوي للعب تسعين دقيقة هشام بوداوي وين أصبح قطعة أساسية شنا وارتير الحارس تعنيس لأنقذ المرمى التاعه من عدة هدف شنا كريستوف شنا كيفاش دانيلو شنا ناتي شنا الهشام بوداوي أدم الوناس شنا كاسبير شنا مالغا سارا شنا موسى شنا يعني كانت المباراة فانك منساو شنا كالفينردين وفينانيدو اللي خرج كذلك في الـ 52 خرج بيطاقة الحمراء في الدقيقة 22 يعني بالبيطاقة الحمراء وين ولو يربو كما نقولو حنا خط ولو يربو نفس التعدد نفس العددي النقص العددي شنا كيفاش لوكاس شنا كيني شنا مارك شويل شنا موسو يعني حسام عوارتيغو كارل يعني كانت المباراة نقولوين مباراة كانت شيقة مباراة شنا فيها لعابين اللي أبانوا خاصة نيلس في غياب عطال في غياب خروج أدم الوناس شنا باتريك بيران اللي تخل بخطة ربعة ثنين ثلاثة واعد شنا رودي غارسيان المدرب تعليون اللي تخل بخطة ربعة ثلاثة ثلاثة خطة حديثة يعني كانت نقولو بلي كانت المباراة وين خاصة منساوش الحارس والتير اللذي أنقذ المرمى التيعه من عدة أهداف شنا أهداف شنا كاسبير اللذي سجله في الدقيقة 33 شنا كارل اللي تمريره من عد عوار اللي يسجل في الدقيقة 45 هدف تعادل 63 كاسبير يعود ويسجل الهدف الثاني هدف الفوز في الدقيقة 63 هذه الجولة 22 دور الفرنسي درجة الأولى نيس هدفين ليون هدف واحد صحيح ترجمة نانسي قنقر